أتوقع القرار بعد 45 ساعة هذه هو انسحاب كل الموظفين التيار الصدري في الحكومة وفي المحافظات وكلها. يعني استقالات عامة مثل الاستقالات التي جرت في البرلمان ستكون هناك استقالات في... أو عفاءات لا هم استقالات طلب عفاءات استقالات درجات خاصة نعم كل الناس المحسوبين خليت لي أنت على حاضر هم كيفون وعني أجيك لا بس هذا خطوة لمخطط آخر. لمخطط الحسنان المدني. أنه خلاص بعد. إذا إحنا غير قادرين اليوم لا على إدارة الدولة باعتبار أكو كفاءات طلعت من الوظيفة ومن الحكومة ومن سلطات الحكومة خلاص إذن يذهب الشعب إلى الاحتصام المدني الاحتصام المدني معناته شنو؟ معناته التعطيل المؤسسات الحكومية تنفيذية قضائية تشريعية. بس فاجأت كلمة التغيير تنصيد. من هو؟ عام التغيير. لا قال إصلاح. اسم عام التغيير. كتبهم. لا لا سعفنا عام التغيير. انتهت. هاي نقطة. النقطة الثانية هم يعني صدرين واضح بدأوا بتعطيل المؤسسات. من ذهبوا إلى مجلس النواب شنو؟ شير يدون. شيقول؟ يقول تعطيل المؤسسة التشريعية. صح؟ صح. من ذهب إلى مجلس القضاء. هو تعطيل المؤسسة القضائية. نزال. اليوم عندها بس المؤسسة التنفيذية. صح؟ لأم صحية. نزال. فنذهب إلى تعطيل المؤسسة التنفيذية. خلص. انتهت القضية. مؤسسات الدولة هي ثلاثة تنفيذية تشريعية. وقضائية. خلص. شير يساون الإطار. خلوا يساون. هم يستقلون. خلوا يستقلون. شي يجيبون الناس بالقوة يدخلوهم للوظيفة مصير. المشكلة الكبرى أن الأطراف السياسية المعارضة لهذا التحرك. وطبعا بيان وزير القائد. اللي هو بيان السيد مقتد الصدور. في هذا الموضوع حالة إلى رواد شعبي.